هو بعد الاطلاع على القانون الجنسية العمانية مثل ما تفضلت استاذ العزيز انه بالإمكان من الجميع التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية عن طريق المنح بصدور مرسوم سلطاني ووفق للشروط المتعارف عليها اقامة متواصلة عشرين سنة واخلوه من السجن الاجرامي وكذلك كانت تكون لديه وظيفة ولكن ليس بالضرورة من تتوافر في هذه الشروط ان يتحصل على الجنسية العمانية منما الجهة المناطبية متابعة وفحص وتدقيق هذا الطلب هي وزارة الداخلية في سلطنة عمان فبالتالي وزارة الداخلية في سلطنة عمان هي مهمتها الأساسية درازة ومتابعة وتفحيص وتمحيص الطلب إذا ما كان هذا الطلب يستوجب مسألة الحصول على الجنسية ومن ثم رفعه إلى المقام السامي قلال سلطان حفظ الله بإصدار مرسوم السلطاني فيما يتعلق بمنحه هذا الجنسية العمانية ولكن ليس بالضرورة من كله تتوافر في هذا الشروط أن يتحصل على الجنسية العمانية وإنما هناك اعتبارات سياسية اعتبارات اجتماعية اعتبارات اقتصادية أو حتى اعتبارات فيما يتعلق بالتركيبة السكانية للمجتمع العماني ترجمة نانسي قنقر